اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء مساء الخير على كل طلاطنا العزاء مساء الخير على كل مدرسي الجغرافية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة مستانيين كل ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال هيكون في ديافتنا النهاردة مستر خالد التراث أستاذ الجغرافية مساء الخير يا مستر مساءنا ورزاة حضرتنا أهلا بك طبعا مستر خالد كان حاببي قبل ما يبدأ الحلقة بتاعته كمادة علمية عامل محاضرة في استراتيجيات مع أي سؤال اختر في أي مادة هيكلمنا عنه بصفة عامة دلوقتي تفضل مستر خالد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنرحب بكل طلبة السنوية العامة وعايزين بس نلفت نظركوا ان النظام السنة دي كان نظام جديد هو نظام قايم على استخدام مهارات الفهم والتطبيق والتحليل لأي سؤال وبالأخص في سؤال اختر فاحنا معنا مجموعة استراتيجيات معينة انت كطالب هتستخدمها وانت شغال في الاختيار يمكن احنا ضمين استراتيجيتين مع بعض اول استراتيجية عندك انت لازم تركز فيها ان هو لازم يكون فيه تمهل وفيه تفكير في رأس السؤال كويس جدا وبعد ما بتتمهل وتفكر في رأس السؤال بتبدأ تتبع استراتيجيات تانية الاستراتيجية رقم ثلاثة يبقى استراتيجية واحد واثنين تمهل وتفكير في السؤال نفسه الاستراتيجية التانية اللي هو ممكن يستخدمها انه يبدأ يخبي كل الاجابات اللي هو واخدها هو بيبقى واخد اربع اختيارات بيبدأ يخبيها تماما وبيبدأ يجاوب السؤال من غير ما يبص على اي اختيار بغض النظر عن اختيارات هو ما يبصش على الاختيارات اصلا يعني دي اهم نقطة في الاستراتيجية جدا ان انا باخد بالي بان هو يخبي كل اختياراته ويبدأ يفكر في اجابة السؤال ويحط الاجابة في دماغه ويبدأ يبص على الاربع اختيارات اذا لقى الاجابة اللي هو طرحها في دماغه كسير سيك الاول اه مطابقة لأي اختيار منهم لازم يسكر ان دي الاجابة الصحة تمام مع التفكير طبعا يعني احنا بدأنا الكلام بتاعنا انه هو هيتمهل في الاراية وهيفكر بهدوق بعد كده ما يبصش على الاختيارات يخبي اختياراته يمسك يكون معا حاجة كده اهو بيخبي اختياراته تماما كده ويبدأ يجاوب السؤال من نفسه اه ويشوف الاجابة اللي هو توصلها ديت مطابقة لانهي اختيار من الايه من الاربع اللي عنده اذا لقى الاجابة اللي هو جاوبها مع نفسه مطابقة لأي اختيار اكيد هتمقى دي الاجابة الايه يعني معنى كده ان الاختيارات كلها تحتامل اجابة بس بدرجات متفاوتة بس في اضاقهم بالزبط لا لسه دي نقطة تانية انا هقولها دلوقت لا لا مش قصدي مش قصدي على الحتة ديت هو لا يخب الاربع اختيارات الاول جميل ويوصل لاجابة السؤال من دماغه بنامع الفهم بنامع هو هيطبق تلات مهارات في التفكير تلات مهارات هيستخدمهم هو بيفكر الفهم والتطبيق والتحليل لازم يفهم السؤال بيقول ايه جميل ولازم يشوف التطبيق ده على ايه في المنهج ويبدأ يحلل السؤال بيتكلم على ايه هل هو رابط سؤال رابط ولا سؤال وده اللي انا هوضحه بالنسبة للجورافية السياسية نفسها هل هو رابط هل هو نتيجة هل هو تفسير لحاجة معينة ويبدأ يربطه اذا وصل للاجابة من قبل ما يبص على الاربع اختيارات يطبق الاجابة اللي هو وصل لها مع اختيار من الاختيارات اذا طلعت الاجابة صح خلص هو ده الاختيار السليم وده الاستراتيجية رقم 3 الاستراتيجية رقم 4 هنا هو هو بيقسم الاختيارات لاربع احتمالات دمين دي مهمة جدا بقى النقطة دي مهمة أول بيقسم اختياراته الأربع احتمالات فيه اختيار احتماله سفر فيه اختيار احتماله هيا هندينه نسبة 25% فيه اختيار احتمال بتاعه 50% انه يبقى صحيح جميل وفيه اختيار الاحتمال بتاعه 100% هو طبعا في حالة مايركز ويصق ان ده اختياره سفر وده اختياره 25% يستبعدهم تماما وده الاستراتيجية رقم 4 يستبعد الاختيارين وما يعودش التفكير فيهم خالص ويبدأ بقى يركز في الاختيارين الاخارة الاختيار اللي واخد 50% والمية في المية ايه الفرق من الاختيارين دولا؟ السؤال في اختار من متعدد دعا في النظام الجديد بيدور على حاجة اسمها الإجابة الأصح وليست الإجابة الصحيحة جميل اه يعني هو وارد يلاقي في الاختيارين إجابة صحيحة إجابة صح وبالزبط كده وإجابة اسمها الإجابة الأصح يبدأ هنا بقى التحليل مع التطبيق هو احنا اتفعنا في بداية الأمر المهارات اللي لازم يستخدمها هما التلاتة دولا السؤال قايم على مهارة الفهم والتحليل والتطبيق جميل ويبدأ هنا هو يركز في تحليله وتفكيره منه الإجابة الصحيحة يعني وارد هي وارد مش بنسبة مش دايما لازم تكون في إجابة صحيحة وإجابة صحة وارد تكون التلات اختيارات دولا غلط وفي اختيار هو صحيح لكن لو هو شكك ما بين اختيارين اختيار صحيح واختيار أصح لازم تركز في الاختيار الإيه؟ الأصح بتاعك ودي استراتيجية رابعة استراتيجية خمسة يبقى الاستراتيجية الخمسة ديت إنه هو يتجاوز عن الاختيارين الغلط ويبدأ يفكر في الاتنين الصح الاستراتيجية رقم 6 هنا بيتكلم فيها عن إيه؟ دايما في الاختيارات في الغالب إنه هو الإجابات الطويلة هي اللي بتحتمل الإجابة الصحة النقطة الطويلة في الاختيارات بتبقى هي اللي بتحتمل الإجابات الصحة هو ما قالش ده أكيد هو بيتكلم في الغالب طبعا ده كلام ناس متخصصين في الموضوع في الاستراتيجيات ديت وهم وضعينها لأي مادة تخص السنوية العامة إن الإجابات الطويلة بتكون في الغالب إحتمال ده تكون الإجابة الإيه؟ بس أنا ما حاجة نركز في كلمة الغالب في الغالب طبعا معنا حتى نحط تحتها كذا خط البحث عن الجمل الطويلة يعني إحنا بنقول إيه؟ ابحث عن الجمل الطويلة في الاختيارات في الغالب ممكن تكون هي الإيه؟ ممكن تكون هي الأصح في الاختيار بتاعك خلالي السؤال للإستراتيجية اللي بعدها طبعا إحنا لسه قلناها طبعا بخنام على سير الإستراتيجية اللي قبلها في إن إحنا قلنا ندور على الإجابة الأصح وليست الإجابة الإيه؟ الصحيحة الاستراتيجية رقم 8 دي يستخدم المسودات لازم الطالب اللي فاهم لازم يستخدم المسودات إزاي؟ المفترض إنه هو لو هيمتحن ورقي هيبقى فيه في آخر البوكلت بتاعه تلات ورقات مسودات كده يستخدمها إزاي؟ يستخدمها لتطبيق استراتيجية التحليل خاصة في أسئلة واجه الشبه والاختلاف يعني هو لما بيحط له وجه شبه والاختلاف أو السؤال فيه علاقة أو ربط بين حاجة وحاجة لازم يستخدم المسودة اللي وراء يعني هو عايز يوصل للشبه طب لو أنا حطيت له شبه ما بين جزئيتين في المنهج دي عليها مجموعة نقاط ودي عليها مجموعة نقاط أي مادة بكلم عن الجهرافية السياسية بس بصفة عامة جميل روح استخدم المسودة اللي وراء في إن أنت اسرد نقاط النقطة الأولى الجزئية الأولى اللي هو مدهالك واسرد نقاط الجزئية الثانية اللي هو مدهالك وابدأ دور على وجه الشبه اللي هو طلبه في رأس الايه؟ في رأس السؤال فلابد من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها في سؤال اختار الناس فهم أن اختار من المتعدد أن أنا بمسك السؤال كده واللي اختيراته بقعد أفكر لا الكلام ده من الصحي طبعا لازم من ضمن الاستراتيجيات بتاعتي أن أنا أستخدم المسودات اللي موجودة عندي في البوكلت ولو هو هيمتحن على التابلت برضو هيستخدم الورق الفاضي في البتاع هيقدر يحط اللي هو عاوزه من المعلومات ويبدأ يحلل ويبدأ يستخرج مثلا وجه الشبه وجه الاختلاف سؤال ربط سؤال ما العلاقة بطريقة معينة وهيبدأ يطبق ويقدر يوصل للاختيار الإيم كلام ده ببقى معمول حسابه في ورقة الامتحان أو مدة الامتحان أي بوكلت في أي مادة هتلاقي في ظهر البوكلت حوالي 3 ورقات مسودات أنا أقصد المساحة الزمنية عشان ممكن طالب يحل أول سؤال يعمل مسودة يضيع الوقت بتاع الامتحان لا لا هو هنا المساحة الزمنية دي مش بتاعتنا إحنا هو هيستخدم الستراتيجيات دي بصفة عامة في أي سؤال هو هيطبقه مش كل الأسئلة أنا هستخدم فيها مسودة مش شرطي يعني فيه سؤال عادي جدا هو ممكن يسؤال إنه أعمله نسبة شك معين نتيجة آه لا لما بيكون فيه سؤال مثلا ليه معلومات كتير ممكن يسرد المعلومات دي الكلام ده مش ياخد ثواني أصله هو هو بيقدر الفترة الزمنية للاختيارات يعني لو الامتحان مدته 3 ساعات إحنا لسه ما نعرفش في النظام الجديد اللي اختيارات هي مكام اختيار محدش يقدر يعرف هما هي مكام اختيار تمام ولا هنعرف الفترة الزمنية هل هو على النظام القديم 3 ساعات مثلا في الجغرافيا أو في الفيزياء أو في الكيميا أو في تغيير في الآيتم لسه ما نعرفش النظام الجديد آه هيحط فترة زمنية قد إيه وعدد الاختيارات قد إيه والأسئلة المقالية هو بيبقى فيه طبعا عدد من الأسئلة اللي اختيار من المتعدد وعدد من الأسئلة الإيه من الأسئلة المقالية جميل ده بالنسبة للإستراتيجية رقم 8 الإستراتيجية رقم 9 وشبه الأخيرة طبعا عندنا لو هو و هو بيحل في الأسئلة بتاعته لا سؤال هو مش عارفه خالص السؤال صعب عليه يركنه يركنه خالص ما يهدرش وقته فيه يبدأ يفكر في السؤال اللي بعده يعني ياخد علامة صغيرة كده بالقلم والرصاص بتاعه على السؤال ده أي طريقة أو أي علامة معينة هو يكون متفي عليها مع نفسه إن السؤال ده أنا لسه ما حلتوش ما أخدش الاختار بتاعه بس سيبه عشان ما يشويش على تباك ما تستهرجش فترة زمنية في التفكير فيه لأن أنت وارد أصلا لما تنزل على الاختار اللي بعده واللي بعده واللي بعده المخي ساعد بيقلب المعلومات الزاكرة بتقلب المعلومات فممكن مع تقليب المعلومات توصل لمعلومة توصلك لفكرة السؤال اللي أنت كنت إيه اللي كنت سايب مضبوط وفي الحالة اللي زي دي لو حصل وإنت بتقلب في المعلومات في الأسئلة اللي أنت بتحلها أنت طبعا سايب سؤال ما كنتش عارف تحله لما تهدرش وقتك إركنه على جن لو حصل ووصلت الفكرة إيجابة السؤال الأولين ده اجرب سرعة بقى لمرصاص جنبه كده على الهامش واكتب الفكرة بس وما تحلوش اكتب الفكرة اللي أنت وصلت لها وارجع تاني ابدأ ارجع تاني حل سؤالك اللي كنت فيه وبعد ما تخلصه ابدأ بقى ارجع السؤال اللي أنت كنت إيه اللي كنت سايبه وابدأ نقشه مع نفسك وحلله وابدأ طبقه ده بصفة عامة لاستراتيجيات التعامل مع سؤال اختر بعد كده لما نيجي بصفة خاصة لما نيجي نطبق الكلام ده أنا أريد أن نطبق الكلام ده على الجغرافيا السياسية على الجغرافيا السياسية هو طبعا هيتتبع نفس الاستراتيجيات ديت بس هي دي مش استراتيجيات هي ديت أفكار الأسئلة في الجغرافيا السياسية مع الطالب بتدور حوالين ايه اغلبها اغلب الافكار لان طبعا الافكار لحصر لها بس احنا ملخصين له مجموعة من الافكار اللي هو هتدور حواليها اسئلة الجغرافية السياسية جميل لما نيجي نمسك اول فكرة احنا متفقين طبعا انه في البداية لازم يقسم الاحتمالات بتاعة الاختيارات الاربعة 0 25 50 100% ويفكر اذا لقى حاجتين وبيقول مع نفسه كده ده الاتنين صح هما الاتنين صح بس زي ما اتفقنا هو الرجل اكيد طالب الاجابة الاصح وليست الاجابة الصحيحة لما نيجي نبص الاول الافكار عندنا في الجغرافية السياسية احنا بنلاقي اول الافكار نوع من الاسئلة تلاقي رأس السؤال بتاعه بيبحث عن سبب او علة قد تكون قريبة او قد تكون بعيدة يعني فيه سبب قريب وفيه سبب بعيد وهنطبق الكلام ده على نموذج هناخده دلوقت على سبيل المثال بس انا عايز الفت نظر الطالب هنا في حاجة السبب القريب تفكيره سهل جدا اهو برضو طبع لما يجي يحط الاسئلة ومش يحط لي كلها اسئلة هتعقدني وان انا مش هعرف احل لا احنا هنحل وهنشتغل وهنعرف نحل حتى لو هو اتضرر في اولى سنة وتانية سنة وعلى بعض الاسئلة اللي هي كان فيها صعوبات لا هو لو اشتغل صح وفهم المعلومة صح هيعرف يحل ويطبق بس الطالب هنا لازم يبقى فاهم هو بيدور على سبب قريب ولا سبب بعيد لو بيدور على سبب بعيد يبقى ده تفكير فلسفي عميق فهو عايز منه الاجابة الاصحي زي انا بنقول يعني لو حبينا نطبق في الجغرافيا لو هنطبق مثال في الجغرافيا عندنا ببساطة جديدة هو لما يجي يقول له مثلا بيرجع التنوع الزراعي والانشطة الاقتصادية بدولة مائلة وبيحط له اختيارات هو لو حاطط له في الاختيارات سبب معين وليكن التنوع المناخي بيبقى ده الاختيار وده سبب قريب جدا ان السبب الرئيسي في التنوع الزراعي والانشطة الاقتصادية بدولة مائلة بيكون التنوع الايه التنوع المناخي هو ممكن ميحطش التنوع المناخي في الاختيارات وهيبعده تماما لان فيه سبب ابعد سبب ابعد هو اللي قدى للتنوع الايه المناخي الكتاب بتاعه ما بيبقاش مدهوله بشكل مباشر وهو تعدد دوائر الايه دوائر العرض يعني فيه دول لما بتتسم بتعدد في دوائر العرض تعدد دوائر العرض ده هو اللي هيؤدل وجود ايه التنوع المناخي والتنوع المناخي هو اللي هيؤدل وجود ايه تنوع في الزراعة وبنسمى تنوع في الانشطة الايه في الانشطة الاقتصادية والبشرية في الدولة فعشان كده انا عايز اقوله للطالب فكر هو بيدور على سبب قريب ولا سبب بعيد طيب حنفترض هنا هو حط الاختيارين دولة يعني قال له بيرجع التنوع الزراعي والعنشطة الاقتصادية إلى وحط اختيارين بعد جدا عن الموضوع وحط الاختيارين دولة اللي هو التنوع المناخي وتعد الدوار العرض إذن هنا اللي حطت السؤال بيدور على الإجابة البعيدة السبب البعيد اللي هو زي ما قلنا إيه الإجابة الأصح وهم الاتنين صح التنوع المناخي يؤدي التنوع في الزراع وتعد الدوار العرض يؤدي التنوع في الزراعة بس مش مباشر بقى لا تعد الدوار العرض يؤدي التنوع مناخي ومن ثم تنوع مناخي يؤدي التنوع بالضبط كده بالضبط فالطالب هنا هيبدأ يتلاخفل من الصح وده بيؤدي وده بيؤدي هو هنا بقى السؤال فيه فكر فلسفي عاميك شوية اللي هو البحث عن العلال الايه البعيدة زي ما بيقولوا وهم هيفهموا كلامه كويس لان هما بياخدوا طبعا الفروق ما بين الفلاسفة والعلماء ما بين ان العالم بيبحث في عيلة القريبة عكس الفيلسوف بيبحث عن العيلة للايه العيلة للأبعد والعيلة للبعيدة من ضمن منهجهم في الفلسفة والمواد الفلسفية بتاعتهم ده فكرة السؤال بيدور حواليه في فكرة ثانية إنه ممكن يكون السؤال ما يدورش على سبب بيدور على نتيجة نتيجة برضو ممكن تكون نتيجة مباشرة ونتيجة غير مباشرة ممكن النتيجة المباشرة أو الغير مباشرة قد تكون نتيجة سلبية قد تكون نتيجة إيجابية قد تكون نتيجة ترضية نتيجة عكسية نتيجة متغيرة نتيجة سبتة وده مش هيقدر يوصله ألا من خلال فهم السؤال نفسه وتحليل السؤال والتطبيق عليه طبعا مش هندي نموذج لكل فكرة احنا بس ادينا تطبيق بسؤال اللي اتكلمنا فيه من شوية لكن بصفة عامة الكلام ده هو من خلال الحلقات بتاعتنا هيبدأ يفهم مين اللي بيدور على سبب وسبب قريب ولا بعيد مين للسؤال اللي بيدور على نتيجة وقريب ولا بعيدة سلبية ولا إيجابية ترضية ولا عكسية إلى آخره بعد كده في أسئلة هتلاقيها أفكارها بتدور حوالين ما العلاقة العلاقة برضو نفس الفكرة بالزبط هو دي أسئلة ربط بتعتمد على التحليل وده على فكرة التحليل ده من أصعب أنواع الأفكار في الأسئلة لأي مادة وقد يكون الربط اللي هو حطه عايز منه ربط مباشر أو ربط غير مباشر وقد يكون برضو بيدور على ربط تسبب في حاجة سلبية أو حاجة إيجابية أو عكسية أو طردية وهكذا بعد كده بيدور على أسئلة بعض الأسئلة بتدور على حاجة اسمها وجه الشبه وجه الايه الاختلاف وبيستخدم دائما هنا النماذج اللي هو مدهاله في المنهج اللي هي نماذج الدور اللي هو مدهاله أو مثلا عنوين رئيسية أو عنوين فرعية فهنا بقى استخدام المسودات مهم جدا جميل استخدام المسودة هنا لأن انت لما يجي يقول لك مثلا وجه شبه ما بين دولتين طب ده أنا واخد مثلا عن الدولة دي 12 معلومة والدولة دي واخد فيها 12 معلومة فهنا عشان المنهج كبير يمكن هو أول السنة هيقدر يستخدم الحل بسهولة لكن لما المنهج هيكبر معاه هيبص يلاقي ان سؤال وجه الشبه ما بين دولتين أو ما بين معلومتين في المنهج الموضوع صعب من السهل فلازم يستخدم المسودات هنا بعد كده بيبدأ يستخدم فيه أفكار أسئلة معينة مثلا بتبدأ تستخدم انه هو يطبع على نموذج أو على أي ظاهرة سياسية عنده بعض الأسئلة على معلومة معينة من المنهج بيستخدم ساعات حاجة اسمها المنهج القياسي في الأسئلة بمعنى؟ بمعنى اللي هو المنهج الاستنباطي بمعنى احنا عندنا القانون بيقول ما يعوم على الكل يعوم على إيه؟ على الجزء برضو كلام ده هم بيدرسوه عندهم في المواد الفلسفية ما يعوم على الكل هيعم على إيه؟ على الجزء ممكن الراجل مديله معلومة في المنهج بكلم برضو على الجغرافيا والكلام ده برضو ممكن يمشي في أي مادة مديله معلومة في المنهج عن ظاهرة معينة أو عن قارة معينة هو هنا بيطبق مبدأ إيه؟ ما يعوم على الكل هيعم على إيه؟ على الجزء آه يعني أنا مثلا قلت إيه؟ كل دول شمال أفريقيا مثلا دول بحرية بس ما حددتش أن ليبيا، تونس، الجزائر، خلاص هو قال لك كل دول شمال أفريقيا دول بحرية موقعها بحري هو آخر السنة مش لازم يستخدم كل دول شمال أفريقيا الجزائر دولة بحرية بالضبط الجزائر دولة بحرية المغرب دولة بحرية ده موجود في المنطق آه في المنطق يبقى هو هنا استخدم مادة إيه؟ دي بعض الأسئلة ممكن يستخدم مادة اللي بيسموه المنهج القياس ان انت بطريقة القياس ان ما يعم على الكل يعم على الايه يعم على الجزء دي برضو بعض افكار من الاسئلة الفكرة القبل الاخيرة عندنا هو ممكن يجيب سؤال الجملة نفسها خارج الاطار المنهجي بالراحة بقى الطالب يقولك انا مخدتش المعلومة دي في المنهج جميل اه جميل انت فعلا مخدتش المعلومة رأس السؤال كله انت مخدتش في المنهج بس هو الاختيارات اللي هتطالك هي من الاطار المنهجي بس هو محتاج منك انك تحليل الأول المعلومة اللي هو مديهالك وربطها بلي يشبهها جوه الايه جوه المنهج ده اللي كان بيشتكه منه معظم الطالب هوله وتانية سنة هو بيقولك ده مش في المنهج لا هو المعلومة الاختيارات في المنهج لكن ممكن السؤال نفسه مش في المنهج يعني لو هو ممكن مثلا يتكلم على سابر المثال مش هدي سؤال وحط له إجابات دلوقت لكن هو ممكن مثلا يتكلم إيه؟ إحنا ما عندناش حاجة تخص التدخل التركي في الأزمة الليبية مفيش في منهجنا حاجة تخص التدخل التركي في الأزمة الليبية وتدخل مصر في الكلام ده آه بس هو يقدر يستخدم قصة التدخل التركي في السؤال بتاعه داخل الأزمة الليبية ويحط لك أربع اختيارات من قلب الإيه؟ المنهج مفيش في المنهج صح حاجة تخص التدخل التركي بس بالكياس في شبيه لها هيتم توظيفها لتدخل عسكري تمام؟ وانت هنا هتاخد أثار للتدخلات العسكرية مثلا في المنهج بتاعك فممكن باستخدام الكياس بقى بالفهم وهنا بقى فهم المعلومة تحللها تطبيقها منين؟ أربط القضايا بعدها أربط القضايا بعدها إذن ما تجيش انت تقول إيه؟ لا السؤال ده مش في المنهج لا رأس السؤال مش في المنهج بس فيش يعني المعلومة نفسها بتدور حوالين طريق الطرحة موجود حاجة لها مشابعة في المنهج الضبط موجود وده هو هيقابله كتير جدا لأن الكل هيبدع في وضع أسئلة اخترم المتعدد سواء من كتب خارجية سواء من أسات زاكوبار الكل هيحط سواء من بنك المعرفة الخاص بوزارة التربية والتعليم الكل هيحط أفكار ولازم يسك الطالب إن السؤال مش ممكن هيجيله سؤال آخر السنة الاختيارات بره الإطار المنهج لكن وارد تجيلك جملة في السؤال معلومة في السؤال آه هي مش بنصف الإطار المنهجي لكن في شبيه ليها عشان أنت تستخدم فكرة القياس والاستنباط بتطبيق عليها من المنهج النقطة الأخيرة والفكرة الأخيرة اللي هو بيدور بقى حواليها هنا إحنا أي أرقام أي نسب أي تواريخ هي غير مكررة للحفظ هي فقط للاستدلال والاستنتاج هو الراجل ممكن يستخدم فكرة التواريخ يعني الطالب أنا عايز أقول للطالب هنا مش مجرد من مدرس بتاعك مثلاً اللي بيقول لك التواريخ يا حبيبي مش حفظ خلاص أنت كده مش هتحفظ أوكي أنا مش هحفظ التواريخ ما اعترضتش أنا بس أنا لازم أربط التواريخ ببعضها ليه؟ في تسلسل تاريخي يعني أنا مثلاً لما أجأتكلم في موضوع النهاردة إن شاء الله كمان شوية لما أجأتكلم على تطور الجرافية السياسية على إيد مجموعة من الأولماء طيب وأنا عندي مثلاً علم اسمه أرستو وعلم اسمه ابن خلدون وعلم اسمه ردزل إلى آخره أنا لازم هنا مش هحفظ التواريخ بس لازم أخلي بالي من التواريخ عشان أعرف مين أفكاره امتداد لمين يعني أنا ممكن يجي لي سؤال يقول لي تعد أفكار العالم مين امتداد لأفكار العالم مين وعنت عشان تقدر تجيب أفكار ده امتداد لمين لازم تكون عارف الفترات الإيه الزمنية إذن هو ممكن يستخدم ويوظف الأرقام النسب التواريخ في بعض الإيه في بعض الأسئلة اللي عنده وبرضو أنت ساعتها ما تقولش ده خارج الإطار المنهجي وما قيرينا ما تحفظوش تواريخ لأ أنت مش هتحفظ تواريخ بس أنت لازم تستدل بالتواريخ دي على مين قبل مين مين بعد مين النسب دي يتدلال على إيه يعني مثلا ممكن تلاقي بعض النسب عن حجم الشباب عن حجم الزكور عن حجم الإناس طبعا الكلام ده ممكن يأثر على نقاط معاناة في المعلومة نفسها أنت هنا ما بتحفظ النسبة بس بتستدل بالنسبة للوصول لمعلومة كتابية يعني المعلومة الرقمية مش للحفظ لكن أنت كطالب لازم تحول المعلومة أو البيان الرقمي لمعلومة إيه؟ لمعلومة كتابية هو دي برضو هتتسئل فيها دي مجموعة الأفكار اللي بتدور حواليها قصة الأسئلة في المال طبعا دي مش كل أفكار الجغرافية السياسية لا طبعا فيه أفكار تانية كتير بس احنا حبينا نلخص بعض الأفكار البسيطة فيها ودلوقت طبعا ممكن نبدأ نشوف جزئية من الدرس التمهيدي عندنا ونشوف المنهج بتاعنا بيدور حوالين إيه؟ طبعا إحنا عندنا بنسمي الليل الأول كده مع بعض تمام؟ وبنبدأ نكتب اسم المنهج بتاعنا بالكامل اللي هو الجغرافية الجغرافية السياسية وده اسم المنهج بتاعنا المنهج بتاعنا احنا حابين بس نوضحه وكام درس هو طبعا بدء بدرس تمهيدي منفصل لوحده بعد كده عبارة عن أربع وحدات عندنا كل وحدة بتضم عدد من الدروس عند الوحدة اتفقنا قلنا فيه درس تمهيدي لوحده اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة بعد كده عند الوحدة الأولى بتشتمل على أربع دروس عند الوحدة التانية بتشتمل على خمس دروس عند الوحدة التالتة بتشتمل على درسين الوحدة الرابعة برضه بتشتمل على درسين يعني لما نيجي نعد عدد الدروس هبصر ليهم أربع تاشر درس عندنا لما نيجي نبدأ عندنا هنبدأ بسم الله كده بالدرس التمهيدي ان شاء رب العالمين الدرس التمهيدي هو ده أول حاجة المنهج بتاعك بيتكلم عنها والدرس التمهيدي دوت هو بمثابة مدخل هو عبارة عن مدخل لدراسة الجغرافية السياسية وده اسم الدرس الأولاني بتاعنا هو عبارة عن مدخل لدراسة الجغرافية السياسية هو طبعا هنعمل تمهيدي بس بسيط كده عشان نعرف نخش على الدرس التمهيدي نفسه اللي احنا هنشتغل عليه وده من الدرس المهمة اللي هيفتح المنهج بتاعك كله وإن كان هتسمع فيه معلومات كتير بس المعلومات ديت انت هتخدها تدريجيا على مدار الايه؟ على مدار السنة احنا عايزين بس نوضح للطالب لأنه هو بدي بأول معلومة في المنهج بتاعه عن التغيرات اللي بتشهادها خريطة العالم السياسية يعني هو بيكلمني هنا فأول حاجة تغيرات الخريطة السياسية العالمية قبل ما نخش على التغيرات اللي شهادتها خريطة العالم السياسية احنا عايزين نعرف يعني كلمة خريطة سياسية الأول ايه معنى كلمة خريطة سياسية ومحتوى اي خريطة سياسية لما اجي ارسم رسم كروكي كده بسيط لو انا بفترض اهو كقرة من القرات اي خريطة هتقابلك في منهجك هتلاقي فيها نوعين من الخطوط اي خريطة هلاقي فيها جواها نوعين من الخطوط هلاقي فيه زي خط متصل كده يعني لو انا برسم مثلا قرط أفريقيا مثلا اهو بالمنظر ده كده اهو ده بخط متصل الخط المتصل ده لازم يقابلك في اي خريطة جوا الاطار يعني الخريطة بتاعتك هتلاقي لها اطار كده وجواه خط متصل الخط المتصل ده اللي احنا هنسميه هناخده قدام في المنهج ان شاء الله باسم حاجة اسمها خط الساحل وده دائما هو الخط الفاصل ما بين اليابس وما بين المية أو الخط الواصل ما بين اليابس وما بين الايه ما بين المية واختلف العلماء في تعريفهم لخط الساحل الخط الفاصل ما بين اليابس وما بين الايه الماء يعني هنا مية المحيط الهندي هنا مية المحيط الاطلانتي ودي يابس القرى الايه ودي يابس القرى الافريقية فدائما اي خريطة جوه اطارها هلاقي خط متصل دوت اللي هو اسمه خط الساحل طيب جوه اليابس بقى خش جوه اليابس معايا هتبص تلاقي جوه اليابس نقط كده خطوط وغد شكل نقط بالمناظر دي كده ايه النقط دي بقى النقط دي هي اللي هتبقى حاجة اسمها الحدود الايه الحدود السياسية يبقى انا دلوقتي جوه خريطة بلاقي نوعين من الخطوط خط متصل وخط غير متصل الخط المتصل ده هو دائما خط الايه خط الساحل الخط الغير متصل اللي هو بيبقى عبارة عن نقط دوت وده يبقى الحدود الايه السياسية وبكده أنا بصنف الخريطة دي بإنها خريطة سياسية بس هنا أنا مقدرش أسميها خريطة سياسية عالمية أنا هسميها الخريطة السياسية القارة إيه؟ أفريكيا لكن لو أنا معي خريطة العالم كاملة موضحة إيه؟ مش موضحة ظاهرة طبيعية مش موضحة لي جبال وهضاب لا دي هتبقى خريطة طبيعية للعالم لا موضحة للحدود الإيه؟ السياسية هتبقى دي خريطة العالم السياسية يبقى أول معلومة دلوقت الطالب لازم يكون عارفها أن خريطة العلم السياسية دي هي خريطة توضح الحدود السياسية للدول بتوضح الحدود السياسية للإيه؟ للدول للدول تمام الخريطة دي مكونة من مجموعة من الظاهرات كلها ظاهرات سياسية لما جا بصي بقى أنا هلغي دي خلاص احنا مش محتاجين هكده أهو الخريطة السياسية العالمية اللي هي خريطة العالم السياسية هي مكونة من مجموعة من الظاهرات السياسية وأشهر ظاهرة سياسية المنهج مركز عليها عندنا اللي هي الدولة اللي بنسميها الوحدة الايه؟ الوحدة السياسية يعني الظاهرات السياسية هو كذا ظاهرة سياسية أول ظاهرة سياسية ايها عندي؟ اللي هي من الدولة ومن الدولة هلاقي ظاهرات سياسية تانية هلاقي ظاهرة التكتلات الاقتصادية هلاقي ظاهرة اسمها ظاهرة الأحلاف العسكرية هلاقي ظاهرة اسمها ظاهرة المنظمات سواء المنظمات الدولية أو المنظمات الايه؟ الاقليمية أنا كده قدامي أربع ظاهرات بسميهم ظاهرات سياسية ممكن أسميهم وحدات سياسية بس أنا حبيت أحط الظاهرة الأولى اللي هي الأساس اللي هي الدولة هي دي محور الدراسة أصلا السنة دي في منهج الجغرافية الايه؟ السياسية السياسية بتاعي ومن الدولة تطلع الباقي دولة لأن من الدول تتكون تكتلات اقتصادية احنا هناخد التكتلات الاقتصادية بالتفصيل هي بس عشان الطالب اللي مركز معنا دلوقت وامتابعنا لازم تبقى فهم بس هو دي مجموعة دول عاملين مع بعض وحدة اقتصادية عامنين اتفاقية أو معاهدة بهدف تحقيق تكامل اقتصادي أو وحدة اقتصادية جميل الأحلاف العسكرية هي نفس الفكرة بالزبط اتفاقية أو معاهدة برضو بس لتحقيق أهداف عسكرية وليست أهداف ايه؟ اقتصادية المنظمات العالمية هناخد مجموعة من المنظمات زي الأمم المتحدة أو جامعة الدولة العربية ودي منظمات سياسية هندرسها بشيء من التفصيل دي بصفة عامة الظاهرات السياسية هنا في طالب عايز يبقى فاهم كل كلمة فعلى سبيل المثال تلاقي طالب وقفلك على الكلمة دي ويقولك معلش يعني هو ايه كلمة وحدة سياسية انت لازم تبقى فاهم انك طالب ان كلمة وحدة هي تطلق على كل ما يشغل حيز مكاني اي ما يشغل حيز مكاني هو وحدة يعني احنا دلوقت عاعدين جوا مدينة الانتاج الاعلامي او داخل استوديو في قناة صحيح والجمال جوا وحدة بس بصنفة هنا مش وحدة سياسية اعنا صنفة وحدة ايه اعلامية احنا في شقةتنا واحنا عاعدين في الشقة احنا برضو عاعدين جوا وحدة وحدة سكنية اما بنخش المستشفى عاعدين جوا وحدة وحدة صحية وحدة تعليمية وحدة تجارية وحدة صنعية يبقى هنا تسمية الدولة بكلمة وحدة هي نظرة لانها تشغل حيز ايه مكاني على سطح الايه على سطح الارض فلقبت بوحدة سياسية لان كل وحدة منهم او كل دولة منهم لها السياسة الداخلية والخارجية الخاصة بيها لها العنظمة وليها القوانين الخاصة بيها فبالتالي لقبت باسم الوحدة الايه السياسية طيب نرجع لموضوعنا بقى اللي هو عنواننا الاولاني في منهاجنا اللي هو تغيرات الخارجية السياسية الايه العالمية انت لما تجي تبصي في لحظة من اللحظات فاول وهلة كده ليك تشعر ان الخارجية السياسية العالمية بحل من الاستكرار بس الكلام ده غير حقيقي طبعا السمة الاساسية لخارجية العالم السياسية هي التغير الايه المستمر دي سمة اساسية بتشهدها خراية العالم السياسية التغير المستمر سواء كالتغيرات بسيطة او تغيرات سريعة او تغيرات ايه بطيعة لكن بصفة عامة هي تشهد تغيرات وخاصة التغيرات السريعة اللي هي بتشهدها طيب التغيرات دي بتتمثل في إيه عبارة عن إيه التغيرات دي بنيجي نبص ساعات نلاقي عندنا في بعض الدول بتظهر يعني عندي ظهور دول أو اختفاء دول وهنضرب مجموعة من الأمثلة دلوقت عندي يحدث اندماج دول أو تفكك وانقصام دول نقف عن نقطتين دولة أنا طبعا لما لو جيت أرسم رسم كروكي أوضح بيه المعلومة دي لو أنا رسم هنا هو أي اقتر لأي خريطة لو أنا افترضت أن دي خريطة من الخرايط اللي عندي أي خريطة معينة وجواها حدود سياسية بالمنظر ده اهو كده وجيت سميت على سبيل المثال اهو دولة ألف ودولة به وجيم ودال وهيه دي خريطة سياسية لأي مكان ما مش عايزة تبقى لك على خريطة معينة من المنج عشان انت تبقى فاهم ان الكلام ده ينطبق على الكل لو جي حصل في وقت من الأوقات دي خريطة سياسية وجات حصلت ان دولة به اندمجت مع دولة جيم وسموا نفسهم أي مسمة تاني باسم دولة واو وليكن شكل الخريطة حصل له ايه اتغير 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 لما حصل ايه لما حصل اندمجت دولتين مع ايه مع بعض وبكده ممكن تظهر دولة جديدة اللي يسمى دولة ايه واو طيب وفيه حصل اختفاء اختفت الدولة اللي عليمين هنا واندمجوا باسم دولة واحدة او ممكن يحصل ايه تفكك او انقسام وابرز مثال الكتاب مسلط عليه الضوء هو تفكك الايه الاتحاد السوفيتي السوفيتي السابق الاتحاد السوفيتي السابق ودي اول خريطة هو هيبدأ يدها لك بقى عشان انت تبدأ تحللها الاتحاد السوفيتي السابق لما تفكك اتفكك لخمسشار دولة يعني تخيل كده المنظر اللي هو دولة الف ديت جات الحدود بتاعتها بقت بالمنظر ده دولة في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة بص المنظر شكل الخريطة تماما حصل له نوع من الايه من التغيرات حصل نوع من التطوير وده نتيجة اما ظهور دول اما اختفاء دول اما اندماج دول مع بعضها لو هندي امثلة بقى بره الاطار المنهاجي بتاعنا احنا كان عندنا قبل كده اليمن الشمالي واليمن الجنوبي المهاردة هو دولة ايه اليمن لما نطلع بره الاطار المنهاجي احنا كان عندنا لغاية 2011 دولة اسمها دولة السودان المهاردة ما بقاش فيه حاجة اسمها دولة السودان بقى عندي قسمت للشمال والجنوب كان عندي في بداية القرن العشرين المانيا شرقية والمانيا غربية المهاردة ما عنديش المانيا شرقية والمانيا غربية عندي المانيا بس فطبعا كل هذه التغيرات اللي هو ظهور دول اختفاء دول اندماج دول تفكك وانقسام دول كل دو تأدى لحدوث نوع من التغيرات في الخريطة وعلى أثر الكلام ده خد بالك بقى من نقطة رقم 3 هنا عندك حصل اختلاف في توزيع القوى الايه؟ اختلاف في توزيع القوى العالمية في قوى عالمية جديدة ظهرت وفي قوى اختفت أبرز مثاله الاتحاد السوفيت كقوى عالمية كانت موجودة لغاية أواخر القرن العشرين اختفت تماماً وبدأت تظهر قوى عالمية جديدة في أماكن تانية يعني عندنا دلوقت القوى اللي بتنفرد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بالعالم كله هي دولة الولايات المتحدة وبينفسها من الناحية الاقتصادية مجموعة الدول التانية الصين تحتل المرتبة التانية بعد الولايات المتحدة كقوى اقتصادية وعندي لا لا لما مش بالترتيب الصح بقى عندي ألمانيا وعندي اليابان هم أكتر قوتين كمان بينفسوا الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية وفي بعض المناطق المتفرقة زي الهند في أسيا إنه بينفسوها ولا في منهم بيتفوق عنها لا 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 هم دولا بينفسوها يعني ألمانيا واليابان بينفسوا الولايات المتحدة هو ده المرعب بالنسبة لدولة الولايات المتحدة في الأيام اللي جاية وهي ألمانيا واليابان بسبب التفوق التكنولوجي الهائل اللي هم وصلين له الدولتين دولة الصين طبعا بعد الولايات المتحدة من الناحية الايه؟ من الناحية الاقتصادية وعندي طبعا البرازيل في أمريكا الجنوبية والهند في قرة أسيا القوة العالمية اللي بدأت تظهر وهو ده كله دليل على اختلاف توزيع القوة العالمية على خريطة العالم وبطبيعة الحال طبعا بعد ما بتظهر دول وتختفي دول وتتفكك أو تندمج بيحصل حاجة اسمها نسج علاقات دولية جديدة نسج علاقات دولية وتمزق علاقات دولية أخرى بالزبط كده بتبص تلاقي ان في علاقات دولية جديدة بتقوم بين الدول وبعضها وفي علاقات بتبدأ تتمزق وده بصفة عامة للتغيرات اللي شهدتها خريطة العالم السياسية عندنا وفهمنا يعني كلمة خريطة سياسية وعرفنا ان هي بتوضح الحدود السياسية للدول وفهمنا ايه سبب التغيرات ديت وإيه اللي بيطالتها بعد التغيرات وطبعا احنا هنحضر لكم مجموعة ان شاء الله المحاضرة اللي جاية من مجموعة من الأسئلة الإختر اللي هنطبق بيها على الكلام ده احنا المحاضرة هنشرح وبعد كده هنطبق اللي بعدها هننقل للجزئية التانية والأخيرة عندنا وهو ايه معنى الجغرافية السياسية لما اجي انقل لتعريف الجغرافية السياسية دي الجزئية التانية اللي عندي الجغرافية السياسية احنا قلنا مع بعض طبعا في بداية الامر ان الجغرافية السياسية هتهتم بدراسة الخريطة السياسية العالمية والتغيرات بتاعتها جميل هي بتنصب على تنصب دراسة الاساسية على دراسة التغيرات واكتر ظاهرة هي هتهتم بدراستها ظاهرة الدولة هي محور الدراسة فيها بس قبل ما نفهم ايه معنى الجغرافية السياسية التعريف بتاعتها يعني ايه الجغرافية السياسية اللي احنا هندرسها السنة دي هي طبعاً إحنا عندنا حاجة اسمها الجغرافية الأم اللي هي الجغرافية العامة علم الجغرافية العامة أو الجغرافية الأم اللي عندك ده علم منقسم لحاجتين جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية دول القسمين الأساسيين للجغرافية الأم ده قسم بيدرس كل الظاهرات الطبيعية على سطح الأرض من تدريس من مناخ من نبات طبيعي من نبات طبيعي إلى آخره تمام؟ في جغرافيا عندك بشرية والجغرافيا البشرية هتدرس كل الزهرات البشرية سواء من سكان من توزيحهم من كسافتهم من خصائصهم هتدرس الموارد الاقتصادية من زراعة من صناعة من نقل من معادن إلى آخره تمام؟ الجغرافيا السياسية عندنا هنا هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية يعني القسم الأساسي ده من ضمن فروقه حاجة اسمها الجغرافيا الايه؟ الجغرافيا السياسية الفرع دوت اللي هو الجغرافيا السياسية دوت كفرع من فروق الجغرافيا البشرية هيدرس ايه؟ يعني احنا هندرس ايه؟ قالك هتدرس حاجتين هتدرس المقاومات الطبيعية وهتدرس المقاومات البشرية ونقدر ناخد إن المقاومات الطبيعية هي والمقاومات البشرية ممكن نسميهم باسم الأبعاد الإيه؟ الأبعاد المكانية ممكن نسميهم باسم الأبعاد الجغرافية يعني الجغرافية السياسية هتدرس المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية لمين؟ هتدرسهم لمين؟ هتدرس المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية للدول للوحدة السياسية اللي عندنا اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الموضوع هتدرس كل أبعادهم الأبعاد المكانية بتاعتها ده بالإضافة طبعا أنها هتدرس كمان التنظيم الداخلي بتاعها نظام الحكم والنظام السياسي والنظام الإداري للدولة ليه عشان نعرف نختم كلامنا ليه ليه الجغرافية السياسية هتدرس ثلاث حاجات خد بالك هون في التعريف هتدرس المقاومات الطبيعية هتدرس المقاومات البشرية ممكن بدل ما نقول كل الكلام ده هتدرس الأبعاد الجغرافية كلمة الأبعاد الجغرافية هي هي الأبعاد المكانية اللي هي مقاومات طبيعية موقع مناخ مساحة الدولة تدرسها نباتها الطبيعي إلى آخره هتدرس مقاوماتها البشرية زي ما قلنا من سكان ومن موارد موارد اقتصادية عشان تقدر تعرف ايه بقى قالك أنا هدرس كل ده بهدف معرفة أثرهم بهدف معرفة أثر الكلام ده كله على ايه؟ قالك على القوة السياسية والعلاقة الدولية لكل دولة بمعنى أنا هدرس المقاومات الطبيعية لأي دولة ومقاوماتها برضو البشرية من خلال دراستي لموقع الدولة ده الكلام ده اللي هنههخده طول السنة بقى من خلال دراستي الموقع الدولة مناخها تدرسها سكانها خصائصهم مواردها الاقتصادية وانشطتها الاقتصادية بقدر أتعرف هل هي دولة قوية ولا دولة ايه؟ ضعيفة وانا كل ده بدرسه بهدف التعرف على قوة الايه؟ على قوة الدولة هي دولة قوية ولا دولة ضعيفة طب ومين اللي خلاها دولة قوية؟ هل عندها مقاومات طبيعية وعوامل طبيعية جعلت منها دولة قوية؟ مين اللي خلاها دولة قوية؟ هل في مقاومات بشرية من تقدم تكنولوجي من خصائص سكانية؟ معانا كل ده موضوعات الدراسة اللي الطالب هيدرسها وتاني أنا بلفت النظر للطلبة احنا مش بنفسص شرح تفصيلي في الدرس التمهيدي لأنه هو بمثابة تمهيد للمنهة كل هو مجرد مدخل لدراس الجرافية لكن كل المعلومات دي اللي في ظهري دي انا هدرسها بشيء من الايه؟ بشيء من التفصيل وبعد طبعا مقدر اعرف قوة الدولة بقدر اعرف العلاقة الدولية يعني احنا لما نبص على علاقات الدول في علاقات دول نليها بسيطة جدا طبيعة العلاقة بسيطة يعني لما نبص على نيوزيلندا واستراليا دي دول مثلا المقاومات الطبيعية موقحها همشي دول متطرفة عكس دولة مصر موقحها ايه؟ موقحها مركزي فتبص تلاقي طبيعة العلاقة الدولية المصر مختلفة عن طبيعة العلاقة الدولية لمين؟ لنيوزيلندا تمام؟ لما تبص مثلا عن مناخ بعض الدول في دول عند المحيط المتجمد الشمالي فالمناخ بيحد من انشطتها الايه؟ الاقتصادية تمام؟ فده بيأثر على قويتها وبيأثر على علاقتها الدولية اذا هنا بستخلص كلامي كله ان الجغرافيا السياسية اول حاجة هتهتم بدراسة تغيرات الخريطة السياسية العالمية ادي واحد هتهتم بدراسة المقاومات الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي للدول عشان تقدر تعرف تأثير الكلام ده على القوة السياسية للدولة من جهة وعلى العلاقات الدولية من جهة اخرى ممكن نطلع بالكلام ده برضو بجملة مهمة جدا ان الجغرافيا السياسية هتدرس كل الظاهرات السياسية اللي على خريطة العالم بهدف التعرف على التباين المكاني والتعرف على العلاقات المكانية لكل هذه الظاهرات السياسية وده اللي هيوصلني لمدى قوة او ضعف الدولة ده اللي هيوصلني الى طبيعة العلاقة الدولية بين الدول وبعضها وشكل العلاقة الدولية كمان بين الدول وبعضها وبكده احنا هنختم حلقة المهاردة والمرة الجاية ان شاء الله مع بعض في تطورات الجغرافيا السياسية واسهامات العلماء في تطوير علم الجغرافيا السياسية واحنا سعدنا بكم ونتمنى نكون اسعدناكم وان شاء الله في الحلقات القادمة نكمل مع بعض طبعا حلقة من حلقات الشيقة وطبعا انا بتوجه لكل طلابات السنوية عامة انه هم يتفرجوا الحلقة دي بعناية وخصوصا قبل ما نخش في المادة العلمية مستر خالد اتكلم على بعض الاستراتيجيات للتعامل مع سؤال الاخفيار ويعتبر هو السمة السائدة بكل المواد الدراسية في الموسم الجديد اللي هو معتمد على الفهم فياريت نشوف الحلقة مرة واثنين وثلاثة شرفتنا مستر خالد وتنمنى نشوفك ان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله شكرا لكم